عقب انتهاء القمة العربية الأمريكية في المملكة العربية السعودية وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة عدن وشملت الزيارة الرئاسية محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول مسجدات الأوضاع اليمنية وفرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وعرض الرئيس الموقف الرسمي من جهود السلام الجارية والضغوط الأمريكية والدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية للتعاطي الجهد مع تلك الجهود والمبادرات وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها وأشاد العليمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بالموقف العربي والأمريكي الموحد الذي تمخض عن قمم جدة لصالح القضية اليمنية ومرجعيات الحل الشامل والمبادرة الخليجية ومقرارات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات صلة خصوصا القرار 2216 والتشديد على إلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تاعز والمحافظات الأخرى كما أشاد العليمي بالتوافق العربي والدولي بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار اليمن وأهمية ذلك لأمن المنطقة وحرية التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية ولسيما باب المندب ومضيق هرمز وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته للمكونات السياسية اليمنية إلى الالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسستها المدمرة ضمن جهد متوازن مع ترميم علاقاتها الإقليمية والدولية واستثمار القدرات المهدرة وإي فرص متاحة في هذا السياق